سلمة أنت بتعملي رسالة ماجستير في الرعب إيه اللي خلاكي تفكري في ده؟ هل لأنه بقى فن موجود؟ وإنتي شايفة وإنتي كمان بدارسة وشابة صغيرة وشايفة أنه من حقنا نكتب عنه؟ ولا لأنه حاجة جديدة بس عايزة تبقي عاملة رسالتك التخصصية في حاجة حديثة؟ أنا على طول بس مع راب من قبل ما أدخل الجامعة أصلاً ودائماً بحسة أن الطابيكس اللي هما بيتكلموا فيها مش زي ما الناس فاكرة أن هي على طول تفهم فلما جيت اختار طابيك الرسالة كنت قاعدة باسمع كذا تراك وراء بعض وبعدين حسيت لا الكلام في هيدن ميينجز يعني كلام ينفع الدرس كان في معاني تسير مزبوط في بعض التراكات ممكن أقولك أمثلة أديني أمثلة زي مثلاً بوصلة ضاعت بتاعت مروان موسى لو سمعت كلمات الأغنية لأ هو بيتكلم عنه هو تايه وأنه هو في حياته مش عارف يعمل إيه وأن البوصلة بتاعته ضاعت وهو سلمة هنا أقولي لي الكلام كان إيه بوصلة ضاعت إيه بوصلة ضاعت في المحيط بوصلة ضاعت في المحيط هو بيحكي أنه كان في المحيط والبوصلة بتاعته ضاعت وهو مش عارف يوصل ويرجع تاني وهو قاعد بيبص النفس وحسن هو تايه هو ما عملش حاجة في حياته وبيفكر يعني في آخر هل هادر أقول هي زي الأغنية التأملية مثلاً؟ ممكن أو كلمات تأملية يعني بزلط فيها نوع من أنواع الروحانية شوية يعني اللحنة لطيف بزلط